أعلن محافظ المينيا أسامة قادي عن إطلاق بوابة إلكترونية لإدارة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري من خلال إدارة التحول الرقمي بالمحافظة وأكد القادي أن مرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري تستهدف تطوير 192 قرية بنطاق خمسة مراكز على مستوى المحافظة وبتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه ليصل إدمالي المستفدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 3 ملايين مستفيد